اكد معالي الشيخ سلمان من خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على اهمية الملتقيات الاقتصادية التي يجتمع فيها صناع القرار قرار الاقتصاد الدولي والكينات الاقتصادية والاستشارية المختلفة تحت سقف واحد لتبادل وجهات النظر وما تسهم به هذه الملتقيات في خلق المزيد من الفرص الواعدة التي تعود بالنفع لنمو الاقتصاد العالمي واشار معالي الوزير الى ان البحرين تسير بثبات نحو تحقيق اهدافها التنموية المنشودة من خلال العمل على مبادرات حيوية متعددة بروح فريق البحرين الواحد والتي كان له عظيم الاثر في مواصلة النمو الايجابي للاقتصاد البحريني مؤكدا على مواصلة تنفيذ كل ما من شأنه رفض وتعزيز الوضع المالي والتي من اهمها مبادرات برنامج التوازن المالي جاء ذلك لدى لقاءات معالي بحضور سعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصر في البحرين المركزي مع كل من السيد جون لي مير رئيس مجلس ادارة بنك بي ان باريبا والوفد المرافق الى جانب وفد من شركة لازارد الاستشارية على هامش مشاركة معالي في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الامريكية واشنطن حيث تم خلالها تبادل وجهات النظر حول اخر تطورات على صعيد الاقتصاد العالمي اشتركوا في القناة